مساء الخير طلابي اليوم درسي اياكم تكملة لمادة الفصل الثالث وموضوع اليوم الفوتشين الفوتشين كونسيست بروديوسر كونسيومرس ان ديكمبوزرس يعني هنا لازم انتبه انه السلسلة الغذائية هي مكونا من بروديوسر كونسيومر ديكمبوزر يعني منتجات ومستهلكات ومحللات كل الارغانيزم يحتاج الانراجي لتعيش لتعيش ما ممكن اي كائن حي يعيش بدون طاقة فلهذا كل الكائنات الحية يحتاج الانراجي لتعيش حتى تعيش وتكمل دورة حياته هذا السؤال مهم يجيني فراغات هي اللي تكون from the sun اللي هي يعني الطاقة الاشعاعية اللي هي جايتني من السن لكن هنا يقول لي كونفرتد انتو يوزبول لما اني احتاجها اي كائن حي يحتاجها راح تتحول كونفيرت تو يوزبول الى طاقة تتحول الى طاقة متاحة للجميع عن طريق عن طريق البناء الضوئي اذا يعني الكائنات الحية حيوانات ولا انسان شنو استخدامه انه يوقف تحت الشمس ويسوي عملية تركيب ضوئي او راح يستفاد من اشعة الشمس دايركت لا لكن هناك كائنات حية سوف تستخدم الطاقة الشمسية بعملية البناء الضوئي وتفاعلات البناء الضوئي and then transfer سوف تنتقل تمام تنتقل هذه الطاقة from one organism to another من كائن حي الى اخر in the form of organic compounds لكن هذه الطاقة اللي استفادت منها النباتات اللي هي الطاقة الاشعائية او طاقة الشمس تستفاد منها الكائنات بعد اكلها النبات عن طريق استفادتها من المادة شنو المادة العضوية اذا عندي ال organic compounds يعني المادة العضوية اذا الكائنات الحية غير النباتات سوف تستفاد من المادة العضوية اوكي the series of steps through which energy is transferred from sun to organisms producer consumer ديكمبوزر اذا انتقال هاي الطاقة عبر خطوات تنتقل بين الكائنات الحية من البروديوسر اللي هي النباتات المنتجات وكونسيومر وديكمبوزر يعني كونسيومر مستهلكات ثم ديكمبوزر محللات ان ان ايكو سيستم في النظام البيئي called food chain called food chain اذا هي الفود chain هي عبارة عن steps اللي هي ينتقل بها transferred energy from by organisms between organisms اللي هي producer consumer ديكمبوزر ان ايكو سيستم راح اسمي food chain in living region يعني في منطقة حيوية معينة اوكي there are producer consumer and deكمبوزر these are links هي روابط links of chain هي روابط للسلسلة الغذائية يعني هناك روابط بين البروديوسر والكونسيومر وبين الديكمبوزر فالريد نشوف احنا هذه العلاقة الفود chain بين الكائنات هذه البروديوسر والكونسيومر الديكمبوزر بتفاصيلها فاجأ على اول شيء اللي هي البروديوسر البروديوسر اول شيء بها المنتجات قد تكون بكترية وقد تكون بروتست لان هناك بكترية تسمى بكترية الجرين يعني جرين بكترية اللي هي بكترية الخضراء هذه عدها بلاستد لايك بروتست لايك بلانت فلهذا يا اما راح تكون البروديوسر بكترية يا اما بروتست طليعيات يا اما راح تكون بلانت نباتات تحول تحول اللايت انرجي الطاقة الضوئية الى كيميكال انرجي الى طاقة كيميائية اذا راح تحولها من طاقة ضوئية الى طاقة كيميائية تسمى بروديوسرز تسمى بالمنتجات هذه الارغانيزم تصبح الى طاقة وهي اول حلقة اول حلقة بالفوتشن بالسلسلة الغذائية من هي البروديوسر؟ اذا انتبه من هو الى طاقة البروديوسر بالفوتشن لذلك ننتبه كل زي اولاند يعني على سطح الارض يعني اليابسة راح تلقى الفوتشن جنرلي ستارت وذ فلاورينغ بلانت اذا من اللي اول شي بالسلسلة الغذائية لل باللاند بالبروديوسر تقولي ست الفلاورينغ الفلاورينغ بلانت النباتات الزهرية هي الي اول شي بالفوتشن بالبروديوسر لكن عند الاكواتيك يعني بالمي من اللي ما اخذ الفرست الميكروسكوبك القي طحالب مجهرية طحالب مجهرية هي الي تكون بالاكواتيك هي الي تكون الفرست لينك لكن على اليابسة راح تكون الفلاورينغ بلانت هذاني الركز عليهم مهمة جدا تجيني فراغات او تجيني سؤال من اللي يكون فرست لينك بالبروديوسر على اللاند ومن اللي يكون فرست لينك بالاكواتيك برايماري كونسيومر نجي على الكنسيومر راح يكون اول شي برايماري كونسيومر هذه هي الناس التي تتغذى على النبات تمام؟ هناك حيوانات سن هي الحلقة الأولى ما بعد البروديوسر وهي الي تتغذى على النبات تمام؟ هي الحيوانات الي تتغذى على النبات وتسمى هربيفيروس تسمى هربيفيروس مثال عليها الانسكت الغنوينج ماملز و الريمينينت موليوسكا و الكريستيسيس التي تتغذى على فيتو بلانكتن في المياه البحرية في المياه البحرية فعندي الحشرات عندي الثديات القادمة عندي القوارض عندي الموليوسكا مثل المحار عندي القشريات عندي هائمات البحر فيتو بلانكتن هذي بالبحار المارين and the fresh water are also هربيفيروس كل هذي هي هربيفيروس اوكي secondary and tertiary consumer يعني المستهلك الثانوي أو المستهلك الثالثي secondary consumer are organisms that feed on هربيفيروس إذن هي الكائنات الحية اللي تتغذى على الهربيفيروس على آكلات العشاب والترشري consume are organisms that feed on secondary consumer إذن الثالثي رح يتغذى على الثانوي الثانوي رح يتغذى على الأولي animal of both groups catch their and have features for killing and tearing it before eating نلاحظ الحيوانات إذا كانت secondary أو tertiary الاثنين هما رح يتغذون على الهربيفيروس وعلى second يعني على حيوانات أخرى هذا المستهلك قد يكون نمر tiger lion أي شي من هاي الكائنات الحية اللي هي المفترسات اللحظة إنه الله سبحانه وتعالى ميزها بfeatures بمميزات تمام لقتل الكائنات الحية قتلها killing and tearing وتمزيقها قبل الطعام decomposers are mainly bacteria decomposers يعني المحللات المحللات decomposers are mainly bacteria and fungi mainly bacteria and fungi هي بكترية وفطريات these organisms have a very important role in ecosystem نلاحظ إنه هذه البكترية والفطريات مهمة جدا نتأدي لي وظيفة في النظام البيئي in forest tons of leaves are shed by trees every year يعني أكوام من الأوراق النباتية عند الخريف تسقط في الغابات if decomposers didn't decay this layers of leaves every year if would accumulate فراح تتراكم accumulate تتراكم تتراكم covers the tree and kill them رح تتراكم على الأشجار وبالتالي تموتها تموت الأشجار فلهذا نعمة الرب العالمين إنه خلالي البكترية والفطريات حتى السويلي decompose يعني تحلل لهذه الستركترات أو التراكيب الميتة أو الكائنات الميتة عموماً about these organisms decompose dead animal nutrition start with the plants and passes to different animals إذا نحا يبدي عندي التغذية بيش تبدي بالبلانت واتمر different animals في مختلف الحيوانات most of the animal is food chain feed on more than one type of food نشوف إنه لهذه الحيوانات والكائنات الحية قد يكون إلها أكثر من طريق يعني إحنا مو شرط مثلا مثلا الإنسان مو شرط أنه راح أبلش أنه ستارت أنه أكل نبات قد ما أكل نبات أروح أكل حيوان تمام ومو شرط يعني حيوان معين قد أكل سمك أو دجاج أو لحم أحمر يعني حسب الكائنات الحية إلها أكثر من طريق للتغذية أجعل الفود ويب أكثر تعقيد من السلسلة الغذائية هو الشبكة الغذائية الشبكة الغذائية الشبكة الغذائية فود ريليشن in a community or an ecosystem are not formed from a regular chain نلاحظ أنه العلاقات الغذائية في المجتمعات في النظام البيئي هي ليست سلاسل منتظمة لا هي ليست سلاسل منتظمة sometimes they contain complex interconnection يعني قد تحوي على يعني علاقات interconnection تكون معقدة وليست easy يعني مو سهلة سلسلة غذائية واحد اثنين ثلاثة وانتهت لا نانا قد تكون متشعبة ومتفرعة ومعقدة معقدة العلاقات of many food chain cold food web تسمى بالfood web يعني شبكة شبكة وليست سلسلة غذائية فهذه مهمة تعارفها وتلقوها بالملزمة يعني ما هنا اتوسع بيها فالfood web مهمة انه هنا هي contain complex interconnections food web may have short or long قد تكون الشبكة قصيرة وقد تكون طويلة اجعل الكارنفيروس have variety of food يعني الكارنفيروس اللي هي يعني اكلات اللحوم تكون مصادر الغذاء مالتها variety يعني مختلفة مو مصدر واحد which causes the chain the half complex structure فلهذا اشوف السلسلة complex يعني معقدة and form a whip وتكون لي شبكة for example falcon eagles eat different birds species snakes and small mammals لهذا اشوف السقور والنسور تأكل مختلف انواع الطيور مختلف السنكس الافاعي ومختلف small mammals الفديات الصغيرة وليس نوع واحد فقط يعني يا طير يا افعاية لا حسب ما يكون موجود فلهذا تشعب الشبكة الغذائية the consumer located المستهلكات توجد at the higher level دائما المستهلكات ألقاها بال level العالي of the food gen في السلسلة are not always carnivorous لكن أشوف انه هذه المستهلكات مو دائما آكلات لحوم مو دائما أشوف اللي هو حجمه huge أو حجمه كبير ألقا اي هو هذا رح أخليه بال higher level no sometime parasite قد يكون higher level المستوى العالي ماخذة أو حاجزة طفيلي أو any organism صغير جدا feeding an organic wastis يتغذى على فضلات عضوية فمو شرط انه يكون المستهلك كبير بالحجم أو آكل لحوم لا لكن قد يكون parasite the most important features of parasite food معظم الصفات المهمة لسلسلة الغذائية للparasite is that organisms at the higher level are smaller تكون صغيرة الحجم than any organisms at the lower levels وقد تكون أصغر من اللي اللي تحتها تمام ف يعني مثلا أقول نبات وأقول مثلا أرنب يكون نبات ثم كلب تكرمون كلب يكون أرنب ثم أشوف أنه أعلى level هنا يعني ما بعد الكلب والأرنب والنبات ألقى هنا parasite واللي هو أصغر حجما من تكرمون الكلب فلهذا مو شرط أنه الأعلى شي هو يكون الأكبر حجما لا قد يكون smaller مثال مثال علي هو منتكوميا in other words it goes from bigger organism to smaller organism like duck تو فلي يعني القمل مع الكلب فهنانا عندي القمل بيتغذة على الكلب وبالتالي هنا الأعلى level حجزة منه القمل الفليس أو فليا أوكي أجي على ecological pyramids يعني الأهرام البيئية الأهرام البيئية أوكي هنا ننتبه أنه pyramids رح أنتيكم فقط الشرح بشكل عام ما رح أنطي أمثلة لأن الأمثلة رح تكون أرقام وهاي فما لي دخل بها ننتبه فقط الشيب العام وال features العام the value of some ecological factors can be shown in a pyramid for concretely concertly explanation يعني القيم هنا أنا عندي values يعني القيم of some ecological factors لعوامل بيئية معينة تتوضح رح تكون هنا هذا القيم اللي هي بأرقام أو ككتل أرقام أو كأعداد كائنات حية أو كtotal energy رح تكون على شكل هرم وهذا الهرم هو يحيوضح للشهرح بتركيز concertly أو بشكل ملموس for example قد يكون الpyramide energy قد يكون الهرم طاقة أو قد يكون الpyramide biomass كتلة ecological pyramides are prepared on the basis يعني مؤسس هذا من أساسيات ويحضر يا أما من كتلة biomass which include the number of individuals of the community and ecosystem and energy biomass of terrestrial animals 1% of biomass of terrestrial plant more than 90% of these animals masses is invertebrate هنا لازم أنتبه يقول لي من يحضر كتلة الأفراد العداد الكائنات الحية الموجودة في الcommunity دائما ما تتعد هاي الحيوانات الموجودة على اليابسة ما تتعد الواحد بالمية بينما من كتلة النباتات اللي هي راح تكون more than يعني أكثر من الواحد بالمية يعني 99% هو راح يكون نبات تمام 90% هي راح تكون لا فقريات كالحشرات وغيرها أوكي يعني كائنات حية invertebrate أوكي لكن أنا هنا هذا يوضح لي بالبيئة اللي موجودة بالبيئة بالإيكولوجي فلو أجع عليها هو منطيكم ثلاثة نواع أوكي أول واحد هو البيئة يعني الهرم الكتلي يعني هنا أنا عندي كتلة كائنات حية يعني living weight وزن حي Biomass is a quantitative estimate of the total mass or amount of living material in a particular ecosystem إذن هو بمعنى آخر هو تقدير كمي هو تقدير كمي تمام لكتلة حية لكائنات حية لكائنات حية في بيئة معينة تمام في بيئة معينة هذا التعريف هذا التعريف أوكي for example the total weight of the root steam and spikes of weight in one hectare in one hectare weight filled is called Biomass يعني هنا يقول لك مثال أنه وزن الجذور مع السيقان مع السمبلة للحنطة في هكتر واحد هذا يسمى انطينية هو هذا اللي يسمى ب Biomass Organisms may be either plant Biomass or animal Biomass وكذلك إذا كانت نباتات ولا حيوانات هي رح نقدر نسوي أهرام رح نسوي أهرام كتلية منها أما البيرامي نمبر علماء آخرين وضعوا مكان البيو ماس ومكان الكتلة قالوا خلي نخلي عدد إذن يسمى بالهرام العددي عدد الكائنات الحية It shows the total number of organisms at each trophic level at each trophic level in a given ecosystem in a given ecosystem إذن إذن ينطيني total number للكائنات الحية في كل level هذا مثال يشرح لكم مع المدرس أما there is an inverse relationship between body size اللي هو body size it means biomass and number of organism in other words in a food chain the number of large organism is small and the number of small organism is large يعني يقول لك هنا inverse relation هناك علاقة عكسية بين جسم الكائن الحي يعني كتلته جسم الكائن الحي يعني الكتلة وبين العدد فيقول لي بمعنى آخر السلسلة الغذائية number of large organisms يعني إذا كانت العداد للكائنات الحية كبير إذن معناها منو معناها الحجوم مالتها أو الكتلة صغيرة تمام أما إذا كان number of small organisms is large لكن إذا كان عداد الكائنات الحية صغيرة فرح نشوف إنه هذه أجسامها رح تكون كبيرة أوكي هذه ملاحظة يعني علاقة عكسية جسم الكائن إذا كان كبير فإذا عدده قليل بالليفل مال الهرم وإذا كان جسم الكائن الحي صغير فأعدادها رح تكون كبيرة Pyramide Energy هرم الطاقة It indicates the energy contents in the biomass of each trophic level and energy Pyramide is the best way to explain the follow of a nutrient in an ecosystem ننتبه هنانا أنه هرم الطاقة هو أهم هرم ليش لأن يوضح لي انتقال الطاقة من كائن إلى آخر من من level إلى آخر فليهذا توضح لي من الطاقة تنتقل بين الليفل ات ننتبه تنتبه this Pyramide demonstrate توضح how energy is lost يوضح لي الهرم كيف أنه الطاقة من تنتقل من level إلى آخر دنشوف ها اتقل هذه الطاقة اتقل يعني توضيح بشكل هذا الهرم يوضح لي بشكل كبير انتقال الطاقة من كائن إلى آخر لكن دتقل الطاقة وكيف تضيع الطاقة lost between layers so the total amount of energy هذه مهمة when total amount of energy is greatest وين أفضل ما يكون موجود أو أكثر ما يكون يكون وين بال lower layer هذا هو lower layer نشوف الأخضر فنشوف كمية الطاقة هنا الطاقة تكون كبيرة في ال level الأسفل كل ما أسعد بال level كل ما الطاقة صار بيها decrease قلت تمام you can up you go up energy decrease ال energy الطاقة راح يصير بيها أدقل إذا افتهم it a grace test هي بال lower will decrease بال high level energy energy pyramids are shown as triangle because energy is lost at every level energy pyramids how much energy is transported to the ultimate consumer in ecosystem فليهذا نشوف أنه تنتقل الطاقة من كأن حي إلى آخر بين المستهلكات في النظام البيئي تمام والطاقة من هس عرفت أنه الهرم ما للطاقة أنه أعلى شيء بالأسفل وكل ما أسعد راح تكون decrease اتقل هذا يكون واضح عندي ومهم أما الانرجي فلو أوكي the main energy source that powers natural system is the sun is the sun إذن الانرجي فلو يعني تتابع الانرجي وانتقالها من كأن إلى آخر الأول شيء راح نبدأ بالانرجي اللي هي تجين من from the sun while plants utilize solar energy direct اللحظ أنه النباتات تستخدم utilize الطاقة الشمسية بشكل مباشر ليش لإداء photosynthesis لكن الانيمال make use of it indirectly بينما الكائنات الحية الحيوانات ما تستخدم الطاقة الشمسية بشكل مباشر لا نستخدم الطاقة الشمسية بشكل غير مباشر energy is present in various forms energy is present in various forms in nature الطاقة موجودة في أنواع مختلفة بالطبيعة ليست شكل واحد وليست فقط طاقة ضوئية أو شمسية لكن قد تكون mechanism or mechanical mechanical قد تكون chemical كيميائية قد تكون electric كهربائية قد تكون nuclear ذرية or heat حرارية or light ضوئية so living things need all of these الكائنات الحية راح تستخدم كل هاي وتحتاجها ما عدا لل nuclear energy اللي هي الطاقة الذرية ما نستخدمها أوكي energy must be converted from one form to another هنا يجب على الطاقة أنه تتحول من شكل إلى آخر for continuity of life ليش أنه تنتقل من شكل إلى آخر لاستمرارية الحياة person walk because chemical energy of food is convert to mechanical energy فاللحظة الإنسان مثلا المثال أنه من يتحرك اللحظ أنه الطاقة الكيميائية اللي في داخل الجسم اللي جاية من الطعام تحولت إلى طاقة ميكانيكية وأدت وظيفة الحركة after energy is used to perform body functions أوكي فلهذا أستخدم الطاقة آني بوضائف الكثيرة في جسم في جسم الكائن الحي the remaining energy is heat والباقي من الطاقة رح يتحول إلى حرارة can be seen in features the organic substance produced by green plant الطاقة اللي هي منتجة عن طريق النباتات تسمى بال primary product المنتج الأولي الهربي رح تتغذى على المنتج الأولي that feed on the primary products form organic substance زين الهربي فيروس أكلات العشاب مثل الخروف أو الحصان أو البقرة ال organic رح يتحول إلى شكل organic substance فليهذا يسمى secondary product رح يكون لي منتوج ثانوي تجي الكارنيفيرس اللي هي آكلات اللحوم feed on secondary product and form organic substance اللي هي tertiary product وهكذا تتابعا يقول لي 90% of the energy is lost 90% of the energy is lost ده ضيع من عندي 90% من الطاقة ليش تقول لي سيت ما أصلا ده يتغذون يعني هما فرح يصرفوها للطاقة فمن يجي الكائن اللي بعده رح يحصل فقط only 10% إذن الطاقة تنتقل من level إلى آخر جد يأخذ level الثاني 10% من هذه الطاقة 10% إذن 90% ضيع 10% تنتقل من level إلى آخر of the energy is transferred to the next layer this energy is gold ماذا تسمى هاي العشرة بالمية باليوزبل energy تسمى باليوزبل energy ننتبه على ذا نتجيني فراغات and biologists refer to 10% law وسما هاي العشرة بالمية بقانون العشرة بالمية لأن هي هاي العشرة بالمية اللي تسعد من level إلى آخر consequently energy follow is the greatest at the beginning of the food chain is the greatest at the energy of the food chain and the smallest at the end and the smallest at the end the remaining energy is lost as heat فلهذا من ضيع مني الطاقة تكون على شكل حرارة اوكي وبهذا انتهيت من درسي لهذا اليوم وياكم ووصلنا إلى element cycle ان شاء الله بدرس جديد رح ندرس element cycle واحدة واحدة اشوفكم بخير وصحة وسلامة ومع السلامة